أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ما غضوب عليهم ولم ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبدى لهم سيئات وعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأضاكم ما روم لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخلتم آيات الله هزوا ومردكم حياة الدنيا فاليوم لا تخرجوا منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بحق وجل مسمى والذين كفروا عما أنبروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله لا يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أغفرة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الماسوا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفوا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولوا لا افتروه قل إن افتريته فلا تملكن لي من الله شيئا هو أعلم ما تثيرون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا لما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفرون الذين آمنوا لم كان خيرا ما سدقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينبر الذين ظلمون وذشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خاف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فبصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملهم كرها وبضعه كرها وحوله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أغزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني اتبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أسحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لبالده فل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلهما يستغيثان الله ويلكام إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق لهم القنفيل ومن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فلكل درجات مما عملوا ويوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على المار أبهدتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب له ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فأكر أخا عاد إذ أن ذا قاما بالأحقاب وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأثكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله فأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا استقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هم استعجد به ريحوا فيها عذاب أليم تدور كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إن مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفده فما أغنعهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى واصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها بل ضلوا عنهم وذلك يفكهم وما كانوا يفتغون وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتهم فلما قووا يضلوا إلى قومهم نذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بل يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في العرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى بربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأصبر كما صبر أولي العز من الرسل ولا تستعجل لهم كأنه يرون ما يعادون لم يلبثوا إلا ساعة من مهار بلاه فهل مهلك إلا لقوم فاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يطل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وغرحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأرصل إحبالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأما الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يغرب الله للناس أعمالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفهمتموهم فشدوا وثاق فإما منا بعض وإما فدا حتى تنعى الحر أنزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منه ولكن يغلو بعضكم بباعه فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أعطوا دعمكم والذين كفروا فتعسى لهما ضل أعمالهم ذلك بأنهم كلهما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض ينظرك فكان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأما الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار فالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم فكأي من قرية هاشت قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نوصل لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أمهار من ماء ورئاس وأمهار من لبن لم يتغير طعمه وأمهار من خمر لذة لشاربين وأمهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستدع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقماهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بلتا فقد جاء أشراقها فأما لهم إذا جاء أهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومساكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة مهكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموشي عليه من الماد فأولى لهم واعة وقول معلوم فإذا عصم الأمر فلو صلكوا الله لك خيرا لهم فهل عسيتم إن تبليتم أن تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم أولئك الذي لعنهم الله فأصمه وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أبذرهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأمهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعو الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفدهم الملائك يغربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا روانهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله روانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف ما هم في لحل القاول فالله يعلم أعمالكم فلنبلغ منكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم من من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا بسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تئنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم أعلم لما الله معكم ولن يترك أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتدقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم فيحفكم تبخل تبخل ويخرج أبوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه فالله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أنثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إما فتحنا لك فانحا مبينا ليغفر لك الله ما تقب من وبنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والآلو وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغلب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم فساءت مصيرا فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوقايدهم فمن مكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلثنا من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولنا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ضلنتم أن لن ينقلب الرسول بل مؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظلنتم ظنوا من سنوا وكنتم قوما منذورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإما أعتبنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والآن يغفر من يشاء ويحذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى المغال ولتأخذوا هذا رونا لاتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك وقال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قول لباس شديد إن تقاتلونهم أو يسلنون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل معذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله رسوله يدخله جنات تجريب تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه لأثابهم فتحا قريبا ومغرم كثرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعبكم الله مغرم كثرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفى أيديا ماس عنكم ولتكون آية للنؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما ويخرى لم تقدر عليها قد أحات الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لمن لم أبذر ثم لا يجدون مليا ولا مصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيدياهم عنكم وأيدياكم عنهم ببضل مكة من بعد أو أغفركم عليهم وكان الله ما تعملون مصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرم والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغانع علم لدخل الله في رحمته من يشاء ولن تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وجعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لن تدخلوا من المسجد الحرام إن شاء الله آمن نحلقنا رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجة يبتغل ثغلا من الله ثغلا من الله وربانا من سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الدوران ومثلهم في الإنجل كزرع أخرج شبعهم فآزرهم فاستغلب فاستغل على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكنفار وعلى الله الذين آمنوا عملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُهَا لَنْ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنِ يَدْيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُهَا لَنْ آمَنُوا لَا تَرَفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَاقَ صَوْتٍ مَّبِيُّ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَمْ تَحْبَتْ أَعْمَالُكُمْ أَمْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَبُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهُ لَارِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ مَعَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتمينوا أن تصينوا قوما بجهلة فتصبح على ما فعلتم نادمين فاعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبّذ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فظلم من الله نعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قوتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغض إحداثنا على الأخرى فقاتلوا التي تنوي حتى تثيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يَا إِلْهَا الَّنِعَامُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَنْمِزُوا أَنْفُسَكُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمْ ظَالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّنِعَامُوا مُجْتَنِبُوا كَثِرًا مِنَ اللَّهُمْ إِنَّ بَعْدَ الظُنْئِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبَعُكُمْ بَعْدًا أَيُحْبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمُ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَغَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ بَكَرٍ وَإِنْ فَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُونَ إِنَّ أَقْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ يَطْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أستمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله رسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلمون كن لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غير السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاب بالقرآن المجيد بل عجبوا أم جاءهم بغمهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وضع لنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحك لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج فالأرض مددناها وألقنا فيها رواس وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد واندخلت باسقوة لها طلع مغيد رزق للمعباد وأوحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخبان لود وأصحاب الأيكتب قوم تبع كل كذب الرس فقح فحق وعين أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تبسلس به نفسه ونحن أقرب إليهم من حبل الوريد إذ تلقى المتلقيان عن الينين وعن الشمال القعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سقرة الموت بالحق ذلك ما كنت له تحيد منفخ في الصور ذلك يوم الرعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فمصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عميد مناع للخير معتد مريد الذي اجعل مع الله إلها آخر فألقياه في عذاب شديد قال قريبه ربنا ما أبغيته لكن كان في ظلام بعيد قال لا تختصنوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل الطال لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول الجهنم هل انت لأت ما تقول هل من مزيد وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعد لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بضشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أم ألقى الصمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوَمَ بينهم في ستة أيام وما مسنا للغوب فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسنعون الصحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشق علينا يسير نحن أعلم بما يقول لما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذردا فالحاملات ذقرا فالجاريات يسرا فالمقاسمات أمرا إنما تعب لصادق وإن الدين لاقيع والسماء ذات المحبك إنكم لفيق قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخراصون الذهم في ضرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقن في جنات وعيون أخذ مما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستوفرون وفي أمدالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرآيات للبوقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وفي السماء بعجل سمين تقربه إليهم قال لا تأكلوا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخم وبشروه بغلاب عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكّن وجهة قالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم